هل هناك أمور يستحب أن يلتزم بها أو أن يفعلها الحج قبل ملابس الإحرام؟ قلنا في استعداده للحج أنه يبدأ يستعد نفسيا ويستعد بأن يتخلص من المظالم أن يرد الحقوق إلى أصحابها لكنه الآن أراد أن يدخل في شعيرة الإحرام يبقى تهيئي تهيئ الجسدي خصال الفطرة نعم إلا هي يبدأ قص تقليم الأضافر وقص الشعر قص الشعر تهذيب لحياته إن كان ممن يرى ذلك أو تجميل نفسه كأنه يستعد للقاء الله تبارك وتعالى والرحلة إلى الله عز وجل ثم إذا اختسل يبدأ ويلبس ملابس الإحرام ثم يصل ركعتين أو إذا كان صلى سنة من السنة للحاضرة في وقته أو إذا كان خرج من سنة أو من فرض بعد أن ينتهي قل لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره ويبدأ يهل ويستعد لهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه إذا وضع رجله في الغرز خرج بنفقة حلال ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك نودي من السماء لبيك وسعديك أزادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مازور له أن يتعطر قبل أن يرتدي يتطيب كالسيدة عائشة أم المؤمن رضي الله عنه وارضاه تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت